يا أهلا بكل حضراتكم من جديد عودة لضفنا العزيز الأساس خالد الإنتريبي الناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي بجريدة الشروق واللي يعني واضح جداً أنه حيبتدي معنا دلوقتي بمرحلة ضرب النار كما شاهدنا قبل ما نطلع الفاصل أهلا بك مرة تانية أهلا بك رس كريم حافظي كلنا نتكلم على تبصيل التحكيم آه بالضبط وقفنا عند تحديداً نقطة معينة لو عايز تستاهل نتكلم على كمان يجي بقى نمسك على السؤال بتاع بيرامدس آه فدخلنا على بيرامدس كمان شفنا المباراة اللي فاتت يعني آآ دي لو كانت تلاجة مثلاً زي ما كان مرتين يول بيقول إن لو شاط التلاجة هتدخل الكرة دخلت بكامل يعني الحارس شريف إكرامي خد الكرة ودخل بها المرمى وكل حاجة تمام تمام وخرج لا فيه فار تكلم ولا فيه حكم حسب ولا فيه أي حاجة خلص ولا يتبير طالع يقول لك إحنا ما عندناش تقنية آآ خط المرمى هي دي محتاجة خط المرمى يعني ده معانيش يعني دي أي حد يشوفها بلاش بلاش كلمة التانية أي حد يشوف فيه فار مفيش فار فهي دي الفكرة الناس اللي تلاقيها تسأل وتقول لك إحنا عايزين تحقيق العدلة أكتر ناس تضررت من عدم تحقيق العدلة هو النجل آه عايز حد يشوف ويحسب كلا النقاط اللي إحنا بيتكلم فيها كمان بتلاقي ناس تقول لك خارد الغندور مبارح شوفت هو بتكلم بيقول إيه؟ بيقول أنا لو قاعد على الفار ولقيت حاجة للنادي الأهلي وطبعا أقسم حوالي مثلا عشرين مرة أنه هيحسب للنادي الأهلي إنما ده ظلم طيب هو ما شافش مثلا إن النادي الأهلي كان ليه هدف ما شفتوش هو بتكلم مثلا كان ليه هدف لمحمد شريف قدام المقصة صحيح وتلغب داع التسلل ما شفتش حد تتكلم وهندخل على ميده برضو لما هو برضو بتكلم في نفس الموضوع ضرب الجزاء اللي بكم قدام ودي دجلة المجدود من إيده وأنا كنت محتاج لنا أكسب بمجهودي واخسرته نقطتين برضو ما تحسبتش هدف كهرباء قدام سيرانيكا برضو ما تحسبش وتحسب تسلل هدف قدام البنك الأهلي والفار وما حسبوش هدف ضرب الجزاء لأفشة في مباراة بتكلم في ضرب الجزاء على أمام عشور بيتكلم على ماتش أسوان مبارح كما كان فيه لقطة في دقيقة واحدة وخمسين المفروض كان ترجع للفار وتقول إن فيه ضرب الجزاء الناس اللي بتتكلم ما تتحكش أنت عايز تتحك على نفسك خد يعني لك مطلق الحرية تتحك على نفسك زي ما أنت عايز نفسك وانت حر فيها تتحكش علينا وتضل للناس وتتكلم في جزئية المؤامرة الكونية اللي أنتم عايشينها مبارح ميدو برضو بيتكلم الكابتن أحمد حسين ميدو بيتكلم بيقول إيه إنه خاطب إنفنتين ورئيس التحاد الدولي لكرة القدم بصفته مش بشخصه بقى بصفته أحد أساطير الفيفا أو أساطير الفيفا في الأساطير الأفريقي أو الكاف أو في أفريقيا أي أن كان مش عارف بقى أساطير من أنه نوع يعني أنا ممكن أسأل ولا بد نحن نراجع الفيفا حتى أنا لا يقالل منه وأطلع أن أحمد حسين ميدو مسيرة معقولة في أوروبا إنما لو أنت بتكلمنا على لفظ الأسطورة ولقب الأسطورة عند لعب اعتزل هو تسعة وعشرين سنة أعتقد أن ده فيها مراجعات يعني ممكن نقول إيه بقى على دركبة ممكن نقول إيه على زلطان إبراهوموفيتش لما هو لسه بلعب لحد دلوقتي وكان هو المفروض بيقعد احتياطي لميدو ففكرة مصطلح إحنا اللي محتاجين أصلا لخاطب الفيفا إزاي إدى لقب الأسطورة لحمد حسين ميدو هو بيتكلم أن هو أطلع اللقب أو قال أنه لإنفانتينو أن النادي الأهلي أو ما فيش عدالة بتحصل في مصر علشان محمد الشناوي كان موقوف وخاص كده بالذكر في كلامه كان موقوف أربع مباريات وتم التراجع عنه ما شفتش مثلا هو بيتكلم بيقول طب مهم حود وادي برضو لعب بيراميدز تم تقلص الحقوبة من ثمن مباريات لأربع مباريات ما فيما جابش سيرة ولهو دائما النادي الأهلي هو هو اللي عامل المشكلة طب أنت لما شفتش هو دائما برضو نفس القسم الأقسامه خارد الغندور هو القسم الأقسامه برضو أحمد حسين ميدو إنه لو النادي الأهلي ليه حق هيتكلم برضو ما شفتش أحمد حسين ميدو اتكلم فيه الحقوق اللي بتكلم معها إلا إذا مثلا في اللقطة اللي كان بتكلم عنها في البنك الأهلي وقال فيها إن الكرة مش جون وجاب حكم إنجليزي على أساس أنه هو هيؤيد كلامه وإذ بالموضوع يدخل في سكة تانية خالص والرجل يقول له لأ كرة مش جون فأصبح كمان إن الموضوع فيه مراجعات أنا عايز زي ما قلت الكلام قول اللي أنت عايزه بس تكون صادق في وجهة نظرك ما تصدرش للناس فكرة هي مش موجودة إلا في خيالك نفس الكلام برضو اتقال من نائب رئيس الزي ما لك السابق أو الأسبق أي أن كان وشايفه بيتكلم على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا على الجماهير واللي بيحصل هو اللي تسبب في قتل معرفة 72 كلام لابد الناس تتحاسب عليه لأن أنت مسؤول سابق أو حالي لابد إنك تكون عارف إنك بتحرك الجماهير ناحية شيء ما إحنا بكل اللي بيحصل على الساحة دلوقتي بيقود الناس اللي هي بتعلي من نبرة التعصب بين الناس تتخيل لو كل الأحداث اللي موجودة دي بالبيانات والكلام واللي بتكلم ويقولك إنت اللي قتلت وإنت اللي عمد إحنا في رياضة يا جماعة إحنا في رياضة تخيل لو الجامهير موجودة في المدرجات الشكل كان هتبقى عامل إزاي تسببك بقى من كورونا أو أي حاجة المفروض إن كل واحد في مكان يتحلى بالمسئولية ويعرف إن الكلمة عنده لابد إن يتحصل عليه يتم محاسبته عليها اللي بيحصل دلوقتي مفيش حساب للناس اللي بتطلع تتكلم أي كلام على سوشال ميديا وده غلط